بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى متوسط أولياء الأعزاء مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات ولفيزياء أيضا في هذا الفيديو نحن نعلمكم كيفية إنشاء منتصف قطعة مستقيم كيف ذلك؟ نحن دمثال طبعا هناك طريقتين طريقة أولى باستعمال المسترى فقط الطريقة الثانية سنستعمل المسترى والمدور نبدأ على بركة الله نقول جميعا بسم الله الآن المثال يقول لتكن مثلا عدكم أب قطعة مستقيم طولها أربعة سنتيمتر وأو سمونا المنتصف هو أو يقول عين النقطة أو قطعة أب هل نقط هي منتصف القطعه أب أولا رح نحن نأخذ المسترى سنستعمل فقط انقلم والمسترى شوفوا ما هي نستعمل المسترى إن جي على حافة المصطرة على الصفر نبدأ القياس كترة مستقيمة داعة مستقيمة المبدأ تقديم كترة مستقيمة أقرأ قطعة مستقيمة أداعي تنظر قطعة مستقيمة محدودة بالنقطة A من الجهة اليسرى ومحدودة من الجهة اليمنى بالنقطة B الآن يقول منتصف نعلم أن نقرنا من قبل ما معنى يعني نصف جات من كلمة نصف إذن إحنا عدنا طول القطعة المستقيمة A-B تساوي أربعة سنتيمات إذن ما هو نصف أربعة دائما نفكر هكذا ما هو نصف أربعة نصف أربعة نقسم أربعة لثني يمكن أن يكون ثنين إذاً أو تاعي أين تقع تقع على بعد عند وثنين سنتيماتر من A وثنين سنتيماتر من B مرة أخرى أضع المصدر التاعي على النقطة أولى لها أو وأضع الو بالضبط على السفر ثم نشوف أين هي ثنين سنتيماتر ثم أحدد النقطة التاعي هكذا هذه هي النقطة O إذن قلت O هي منتصف القطعة المستقيمة A-B أبناء الأعزاء ما ننسوش دائما التشفير ماذا معنى هذا التشفير الآن مش عندي كتشفير إذن قلت أن O تنصف A-B إذن راح تكون القطعة المستقيمة A-O تساوي القطعة المستقيمة O-B يعني طول A-O يعني من حيث الطول يعني A-O ماذا تساوي تساوي O-B لماذا التشفير مهم لأن في الهندسة دائما دائما في الهندسة دائما كترسموه شكل هندسي لازم ندير التشفير باش يعاوني في البرهين راح تشوفو فيما بعد أن هناك عدة براهين في الهندسة إذن نكتب O-A تساوي O-B وش ما يوشو يمثل O-A يمثل المسافة بين A و O تساوي المسافة بين O و B يعني O تقع على نفس البعد من A ونفس البعد من B هذه بالمسترة الآن نجي حالة أخرى ون يكون هذا العدد في المثال الثاني قلت لكم ما يديش عدد زوجي يعني A-B تاعي بالفاصلة يولي عدد عشوري إذن عندي A-B طول A-B يساوي 1.6 دائما بالمسترة نرسم نبدأ من السفر ثم نرسم طول القطعة التاعي A-B اللي هي 1.6 1.6 بالمسترة راح تكون هنا 1 ثم بعد ذلك النصف ثم بعد 0.5 يجي 1.6 إذن 1.6 مم يعني نحسب بعد الواحد ستة أجزاء ستة أجزاء ونرسم القطعة التاعي شوفوا معايا نستعمل دائما نفس الطريقة هي طريقة المسترة طبعا ما ننساش هنا نكتب A وهنا B الآن كيفاه راح ندير بالمسترة فقط هنا راح أحول السنتيمات إلى الميليمتر شوفوا معايا حنا عدنا واحد سنتيمات كم يساوي من ميليمتر يساوي عشرة ميليمتر الآن قلت أحول إذن واحد فاصل ستة كم يساوي من سنتيمات كم يساوي من ميليمتر راح نضرب في عشرة أحي مدلي ستة عشر ميليمتر الآن وش راح ندير نقسم ستة عشر على ثنين وش يمدلي ستة عشر تقسم ثنين يمدلي ثمانية لتقسم ثنين منتصف أب أين تقع؟ تقع على بعد سفر فاصل ثمانية سنتيماتر أو لهي ثمانية ميليمتر ميلي متر نفس الشيء من ا و بي اذا نجيب المسطرة شوفوا معايا مثلا هنا عندي ندرها لكم بالقلم باش تفهموا اكثر شوفوا معايا مثلا هنا عندي واحد هنا من سفر عندي الوحدة الى واحد احنا نعرف ان في النصف هي سفر باصل خمسة ثم هنايا هذه مقسمة الى اجزاء قلنا ان واحد سنتيمتر تساوي عشرة ميلي متر اذا نقسم هذه الى اجزاء نقسمها الى عشرة اجزاء الان عندي او تاعد تقع على ثمانيا ميلي متر وش ندير هنا سفر فاصل خمسة او نقول سفر فاصل ثمانية سنتيمتر سوف نجبت خمس سفر فاصل خمسة سفر فاصل ستة سفر فاصل سبعة سفر فاصل ثمانية بالمسطرة راح ندير سفر فاصل ثمانية اتمنى فقط ان يكون واضح ندير بالمسطرة التاعي شوفوا معايا اذا وضعت المسطرة على سفر على النقطة او حسبت هنا سفر فاصل خمسة نحسب ستة سبعة ثمانية اتمنى فقط ان يكون واضح الطريقة الثانية هي طريقة المدور والمسطرة كيف ذلك اذا شوفوا معايا لتكنها بقطعة مستقيم طولها ستة سنتيمات اذا ارسمت لكم قطعة مستقيم ستة سنتيمات ثم بعد ذلك يقول عين او منتصف ابي كيف ذلك بالمدور راح نفتح المدور التاعي على فرجة تكون اكبر بقليل من المنتصف بقليل من تعرفوش وراه المنتصف ولكن يكون ندير مصمر على ا ويكون القلب قريب من بي هكذا ثم بعد ذلك ندير مصمر المدور على ا وثبته جيدا شوفوا معايا وثبته جيدا ثم ندير قوس من هذا الجهة وقوس من هذا الجهة اذا قوس من الاسفل وقوس من الاعلى ثم على نفس الفتحة ندير مصمر المدور على بي ثم ندير مرة اخرى قوس من الاعلى وقوس من الاسفل بحيث يتقاطع والافتح او مصمر المدور على قوس من الاسفل ومصمر المدور على مصمر المدور على المدور على مصصف او تصور من التقاطع ابي وهذه النقطة راح تكون بالضبط النقطة او اذا او هي منتصف ابي وما ننساش التشفير ان او يساوي ابي اذا نكتب او 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 نفس الشيء يساوي ابي يعني طول القطعة المستقيمة او تساوي طول القطعة المستقيمة ابي وبالتالي قد نكون انشاءت منتصف القطعة المستقيمة التاحي اتمنى فقط انني وفقت في الشرح المبسط لانشاء منتصف قطعة مستقيمة هي الركزة وهي الاساس في الهندسة اتمنى لكم التوفيق علامات جيدة للجميع سلام الله عليكم الى الملتقى ان شاء الله ما تنسوناش فقط بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعم الفائدة والاشتراك في القناة لكي يصلكم ما هو كله جديد سلام الله عليكم اشتركوا في القناة